تمويل تعليم الكبار مشكلة التمويل من أكبر المشكلات التي تواجه تعليم الكبار وأكثرها تعقيداً لارتباطها بالكثير من الأفكار التقليدية التي كانت تنظر إلى تعليم الكبار باعتباره في مرتبة أدنى من التعليم النظامي أهمية تمويل برامج تعليم الكبار على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين في برامج تعليم الكبار على مستوى العالم إلا أن تعليم الكبار يعاني في معظم دول العالم من نقص في التمويل وذلك للعديد من الأسباب من أهمها ضعف إحساس صناع القرار بأهمية تعليم الكبار مقارنة بالتعليم النظامي اعتبار نفقات تعليم الكبار في غالب الأحيان نفقات اختيارية طبيعة برامج تعليم الكبار ذاتها حيث يتطلب تنفيذها تضافر جهود هيئات حكومية وغير حكومية قد ينعدم التمسيق بينها مما يؤدي إلى اضطراب عمليات التمويل ولعل مشكلة نقص التمويل هي التي تدفعنا إلى طرح التساؤل حول أهمية تمويل تعليم الكبار ترجع أهمية تمويل برامج تعليم الكبار إلى العديد من الأسباب من أهمها أن برامج تعليم الكبار صارت تتمتع بنفس القدر من الأهمية وتؤدي نفس وظائف التعليم النظامي في ظل التطور المعرفي والتكنولوجي الذي أذاب الحدود بين التعليم النظامي وغير النظامي اتساع دائرة جمهور تعليم الكبار وتنوع احتياجاتهم التطور التكنولوجي والمعرفي الذي يستلزم تطوير أساليب والسراتيجيات التعليم والتعلم أن تعليم الكبار نوع من الاستثمار طويل الأجل أن تعليم الكبار وسيلة من وسائل تحقيق التوازن الاجتماعي الناشئ عن عدم المساواة في الفرص التعليمية أن زيادة التمويل سوف يؤدي إلى استدماج فئات كثيرة من الفقراء والمهمشين في عمليات التعليم والتعلم مدى الحياة أن هناك نحو 758 مليون من الأميين الكبار من بينهم 114 مليون من الشباب في الفئة العمرية من 14 سنة إلى 24 سنة وأن هناك اثنتين من بين كل ثلاث نساء من الأميات على مستوى العالم وقد أكد أعلان بليم على أن تعلم الكبار وتعليمهم يمثل استثماراً هاماً يؤدي إلى تحقيق الكثير من الفوائد الاجتماعية ومن ثم فإن توفير الاستثمارات المالية الكافية يعد شرطاً ضرورياً لضمان تقديم برامج لتعليم الكبار تتميز بالجهودة ودعا الدول الأعضاء باليونسكو إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 6% من إجمالي الناتج القومي للتعليم بصفة عامة مع زيادة حصة تعليم الكبار فيها إدماج تعليم الكبار في خطط التمويل عبر مختلف الإدارات الحكومية في إطار استراتيجية متكاملة لتعلم الكبار وتعليمهم دعم المبادرات الدولية لتمويل تعليم الكبار ومحو الأمية خلق الحوافز من أجل جذب المصادر البديلة لتمويل تعليم الكبار من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأفراد وفي إطار هذه المبادئ والأهداف يمكن اتخاذ الإجراءات التالية لضمان فعالية تطبيقها وعدالة توزيع الموارد إعطاء الأولوية للاستثمار في محو الأمية والمهارات الأساسية ولمواصلة عملية تعلم الكبار وتعليمهم إعطاء أولوية في الاستثمار في تعليم الكبار للفئات المهمشة والمحومة وخاصة ذوي الإعاقات تعميم الانتفاع ببرامج محو الأمية وإتاحتها مجاناً باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه التعلم مدى الحياة وشرطاً أساسياً لإقرار الحق في التعليم تعزيز التنسيق بين الوزارات على مستوى السياسات في المجالات ذات الصلة بتعليم الكبار وذلك من أجل تقاسم التكلفة وتحقيق أقصى قدر ممكن من الفعالية ومن نواتج التعلم تقديم تمويل مشترك ووضع حوافز لتيسير التعلم للأفراد وبخاصة من الفئات المهمشة والفقيرة من خلال بعض الإجراءات التمويلية مثل إنشاء حسابات مالية للأفراد لتغطية نفقات تعليمهم تقديم الإعانات المالية المباشرة تقديم القروض التعليمية الميسرة القصائم والبدلات التعليمية ودعم الإجازات مدفوعة الأجر لتدريب العاملين إخضاع تخصيص الموارد واستخدامها لمبدأ الشفافية الحرص على مراعاة الأولويات التي تم اعتمادها وفقاً لنتائج دراسات وبحوث الوضع الراهني لتعليم الكبار ترجمة نانسي قنقر